كيف تقيم التطورات إلى الآن منذ بداية المعارك إلى الهدنة وإذا خروج أيضا بعض رموز النظام السابق؟ شكراً للاستضافة في البدء أنا أحيي كل الفريق العامل في الغناء على اهتمام بغضايا سودان ومع يجري هناك دون شك الأحوال في سودان في حالة تدخور مريع يوم بعد يوم نشهد تطور جديد الهدنة ربما للمرة السلسة على ما أعتقد لن تصمد ولم تصمد الهدنة ربما الطرفان المتغتلان يتفاديان أماكن الوجود الأجنبي بشكل خاص حتى لا يكون هناك نوم التحرش أو السيداف حتى لا يرى لهم ويلات أخرى أما الحرب مستمرة في أكثر من مكان فبالتالي الهدنة هي هشة من يوم الأول فلا أعتقد أنها تصمد أما الأعمال الجديد في المشهد وأنا أعتقد هو خروب جماعي للإسلاميين من السجون فهذا الغروب هو مدبر استغلوا هذه الأضواء الأجوال المتوترة لكي يخرج كوادرهم لكيكونوا جزء من هذا الصراح فحانت لهم الفرصة وتحت لهم الفرصة فهم كانوا ينتظرون هذه الفرصة لكي ينفلتوا من العدالة فهناك ظروف مواتية لهم الآن طيب هل هناك أي جهة لها مصلحة في إخراج رموز النظام السابق؟ خاصة كانت هناك اتهامات وأحاديث أن النظام السابق له يد في ما يحدث الآن؟ دون شك هناك أدة جهات لها مصالح في ما يجري لأن النظام السابق منذ صغوط طاغ البشير لم يهدى لهم البال وإلا زعزوا الأوضاع ظلوا يعملون ليلة نحار لتدبير المؤامرات وليفساد الصورة منذ صغوطهم فأعتقد الأياد موجودة أيدي النظام السابق وأعوانهم يعملون ليلة نحار لكي يفسدوا لسودانين صورتهم وحاذا ما يحدث الآن